اشتركوا في القناة حجم البرنامج فقط 13 ميجا من شركة تينورشير هذه الشركة لطالما عودتنا بمنتجاتها الممتازة باختصار المهمة التي يقوم بها هذا البرنامج هي حذف الملفات المتكررة والمتراكمة في الجهاز والتي تكون السبب الأول في امتلاء الذاكرة مبكرا كما ترون هذا هو الموقع الرسمي للبرنامج وهذه هي خصائص البرنامج هنا يمتاز بأنه يستطيع الفحص أو العثور على جميع الملفات المتكررة وبدقة كما بإمكانه الاشتغال وحذف الملفات المتوجدة على ويندوز أو على حتى اليو اس بي أو بطاقة الذاكرة الخارجية والعديد والعديد من المزايا البرنامج متوفر على ويندوز يشتغل على جميع النسخة الويندوز كما ترون ويندوز 7 ويندوز 8 و 8.1 ويندوز 10 و ويندوز 11 لدينا هنا نسخة مجانية ونسخة مدفوعة بعد الدخول للبرنامج سنرى الفرق بين النسختين سنقوم بالتحميل حجم البرنامج فقط 13 ميجا سنقوم بعمل تحميل بعد انتهاء التحميل ها هو ملف التثبيت سنقوم بتثبيت البرنامج سنتركها على الإنجليزية سنقوم بعمل أوكي ثم نضغط على Next بهذا الشكل ثم نختار مكان تثبيت البرنامج مثلا أنا سأثبيته على الدي بهذا الشكل أوكي ثم نقوم بعمل Next كما ترون تم تثبيت البرنامج في ثواني سنقوم بعمل Finish ويفتح معنا التطبيق مباشرة وها هي واجهة البرنامج أمامكم واجهة البرنامج بسيطة وسهلة جدا جدا خاصة للمستخدمين المبتدئين نحن على النسخة المجانية كما ترون سنقوم بالضغط هنا بهذا الشكل وهنا سنختار المكان الذي نريد تفحص الملفات فيه مثلا سنقوم بتفحص Partition D بهذا الشكل نقوم بعمل OK ثم نقوم بعمل Scan Duplicate وهنا سيبدأ تفحص البرنامج حتى يتم العطول على الملفات المتكررة والمتراكمة كما ترون انتهت العملية بسرعة حوالي دقيقة رغم أنني اخترت Partition كامل للتفحص هنا لدينا الملفات هنا سنقوم بالتعليم على Auto Select بهذا الشكل حتى يحذف الملفات المتكررة فقط ويترك النسخة الأساسية مثال هنا لدينا هذا الملف كما ترون ويوجد منه نسختين الأولى والثانية فلما قمنا بعمل Auto Select سيقوم بحذف النسخة الثانية ويترك النسخة الأصلية بعد ذلك سنتغط على هذا الخيار Duplicate وهنا يكمن الفرق بين النسخة المجانية والنسخة المدفوعة ففي النسخة المجانية يسمح لك بحذف عدد محدود من الملفات يعني لا يقوم بتنظيف كامل الجهاز لكن أثناء التطوير للنسخة الكاملة فسينظف الجهاز كاملا سأطور الآن أمامكم إلى النسخة المدفوعة سنضغط على هذا المفتاح بهذا الشكل وهنا بعد الاشتراك في البرنامج ستقوم بإدخال الإيميل الخاص بك وكودة التفعيل الذي تلقيته بعد الاشتراك سنتطرق إلى كيفية الاشتراك وأسعار الاشتراك كذلك بعد حين أنا سبق لي وأن اشتركت في البرنامج سأقوم بكتابة كودة التفعيل الخاص بي بهذا الشكل سأقوم بعمل register كما ترون فتحت لي نافذة في الإنترنت بأن التسجيل قد تم بنجاح سنعود إلى البرنامج كما ترون تم التفعيل بنجاح سأقوم بعمل ok والآن بعد استكشاف الملفات سأضغط مرة أخرى على duplicate سأقول له نعم بهذا الشكل كما ترون تم حذف الملفات وقمت بتحرير فقط 75 ميجا بايت لأنني قمت بالعملية فقط قبل يومين ولا يوجد عندي في الجهاز ملفات مكررة أو متراكمة سنقوم بعمل ok بهذا الشكل هنا لدينا بعض الإعدادات الجميلة سندخل على file type بهذا الشكل مثلا نريد فقط حذف الملفات المتكررة في الأوديو أو ملفات الفيديو المتكررة وليس كل الملفات سنقوم بإلغاء هذا الخيار والتعليم على الخيار الذي نريده مثلا نريد حذف فقط الصور المتكررة سنقوم بالضغط على image بهذا الشكل وسنقوم بإضافة الpartition الذي نريد تفحصه كما فعلنا سابقا بخصوص الاشتراكات كما ترون الاشتراكات سعرها مناسب جدا لدينا اشتراك الشهر بـ 24 دولار اشتراك السنة بـ 39 لدينا اشتراك مدى الحياة بـ 49 دولار بالإضافة إلى أن هناك تخفيض يصل إلى 30% كما ترون كود التخفيض فاغتنموا الفرصة وحصلوا على التخفيض الكود الخاص بالتخفيض وضعته لكم أيضا في أول تعليق وفي صندوق الوصفة رغم ذلك قد يكون هذا السعر غير مناسب لأغلبية الناس لكن أنصحكم بإلقاء نظر كل فترة على الموقع لأنه يقوم بعمل تخفيضات متواصلة فمثلا الأسبوع الماضي قاموا بعمل تخفيضات مجنونة خاصة بالكريسمس وصلت إلى 75% يعني من الجيد اغتنام فرص كهذه كما أن الشركة تقدم برامج أخرى ممتازة جدا جدا مثل البرنامج الذي شرحته في الفيديو الماضي الخاص باسترجاع الملفات المحذوفة أو المفقودة صراحة البرنامج ممتاز جدا وأصحكم به بشدة سيظهر لكم الفيديو الخاص بها الآن في الأعلى وتركته لكم أيضا في صندوق الوصفة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح لا تنسوا وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم غير مشتركين ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله شكرا